السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير الفيديو ده مخصص في الصف الثالث الاعدادي في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي نحل السؤال الديالوج اللي هو المحادسة بين شخصين ان شاء الله بعد ما نتفرج على الفيديو ده ونخلصه هنبقى جاهزين لحل اي سؤال الديالوج بصوا شباب مهم جدا في سؤال المحادسة ده نركز على نقطة مهمة جدا او مش نقطة ايه نقطتين النقطة الاولى انك انت تقرأ البادئة اللي موجودة عندك دي قبل ما تدخل على المحادسة بيديك هنا كده جملة تفهمك المحادسة دي بتتكلم عن ايه بتقراها كويس تفهم الموضوع بيتكلم عن ايه وبعد كده النقطة بقى التانية تقرأ سؤال المحادسة بالكامل ما تقراش جزئية وبعد كده تبدأ تحلع تقرأ المحادسة بالكامل منها تعرف الموضوع بيتكلم عن ايه والنقطة التانية الكلمات عن الموضوع هتبدأ تسخن في دماغك وتبدأ تشتغل تمام طيب تعالوا نشوف الموضوع بيتكلم عن ايه من الجملة اللي مدهالي فوق بيقول لي عادل is talking بيتحدث to amir بيكلم amir who is reading amir who الذي is reading بيقرأ an article article يعني مقال يبقى عندي امير بيقرأ مقال about عن pollution اللي هو التلوث ياريت كده وانت في الامتحان قاعد بتحل السؤال ده قلمك في ايدك واقعد بترجم كل حاجة انت عارفها الموضوع ده مهم لي يا شباب هتقول لي يا مثل طب ما انا عارف اني pollution ده يعني التلوث في دماغي لكن لما تأيد وتكتب مخك بيبدأ يسترجع كل الحاجات اللي انت ذكرتها عن الموضوع ده وخد بالك مجزئية دي مهمة جدا تمام ده علم بقى اللي انا بقوله ده علم طيب انت الوقت عايز تحفز مخك يحاول يستعيد كل المعلومات اللي عارفها عن الموضوع ده لاني الموضوع ده ويتكلم عن التلوث فانت عايز كل الكلمات اللي انت قررتها قبل كده عن التلوث طب تعمل ايه تقرأ وتشغل إيدك ساعتها مخك هيبدأ يسخن ويستعيد كل الكلمات اللي انت قررتها قبل كده عن الموضوع ده فمهم جدا تكتب وترجم زي ما نا بعمل كده عادل بيقول ماذا أنت تقرأ أنت عاد بتقرأ إيه يا أمير أم جي أمير رد عليه طبعا إحنا عرفنا هو بيتكلم عن إيه وعد بيقرأ مقال عن التلوث ما تكتبش دلوقتي استنى أصبر كده لغاية لما نخلص عادل بيقول ماذا يكون هذا المقال أباوت يعني عن المقال ده عن إيه أمير رد عليه قال له عن كذا عادل سأله سؤال أم جي أمير قال له نحن نستطيع نوقف عن طريق زراعة أشجار أكثر عادل سأله سؤال أمير قال له لأن تريز الأشجار أبزورب أبزورب يعني تمتص الشغل ده بيمتص كاربون دايكسايد اللي هو ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون كاربون دايكسايد and وكيب كيب يعني يحافظ على الهواء يعني نظيف أم جي عادل قال له جملة أمير قال له I agree with you agree يعني agree with you يعني أوافقك أنا موافقك أنا أتفق معك recycling our rubbish recycling يعني إعادة تدوير our rubbish القمامة اللي احنا بننتجها كان من الممكن also يعني أيضا solve يعني تحل this problem هذه المشكلة طيب تعالوا بقى دلوقتي نبدأ نحل ال 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 دايالوج ده سوا بصوا في نقطة تلتة احنا قلنا النقطة الأولى ان احنا بنقرأ ده كويس النقطة التانية بنقرأ كل الديالوج كويس وما نحلش النقطة بقى التالتة دي متعلقة بالإجابة حاولوا شباب تختصر على قد ما تقدر ليه كل ما كلمك يقل تغلط تقل تجيب درجات أعلى تاني آآ قلل كتابتك بس تبقى صح ليه زي ما قلت كل ما كتابة تقل كل ما أخطأك تقل كل ما درجاتك تبقى أعلى تفقنا طيب وانا مثلا احنا حل الجزئي دي او الجزئي دي ما عرفتش او شاكك سبها وخش في اللي بعدها يعني اكتب اللي تعرفه ما تخليش حاجة توقفك آآ علشان مخك ما يعطلش عن الإجابات التانية تمام يعني أنا مثلا بقول هنا what are you reading انت بتقرأ ايه يا أمير مش عارف مش عارف بصراحة أكتب ايه هنا مثلا يعني طب أعمل ايه أخش على اللي بعده what is this article about ماذا تكون هذه المقالة عن عن ايه المقالة دي طب ما أنا عارف هي هنا عن ايه هو بيقول لك about pollution فحقوم جاي أيلو it هي اللي هي المقالة لأن هي غير عاقل طبعا it is هي تكون about عن pollution التلوث بس كده تمام طيب عادل سأل سؤال أم جي هنا قال له we can stop pollution احنا نستطيع نوقف التلوث by planting more trees عن طريق زراعة الأشجار طيب عايزة حل السؤال ده طب أول في دماغي كده يعني الإجابة بتاعته في دماغي بس مش قادرة زبطها قلها بالعربي بس لما تيجي تقولها بالعربي قلها بشكل مبسط جدا كأنك ايه شخص بيتعلم اللغة العربية تمام فالشخص اللي بتعلم اللغة العربية ده هيفكر ازاي هيقول كيف نستطيع نحن نوقف التلوث هيكلم كده باللغة العربية الفصحة بصورة هادئة جدا زي بابا بقولك كأني واحد بيتعلم اللغة العربية طيب كيف يعني how نستطيع can how can كيف نستطيع نحن how can we نوقف stop التلوث pollution بس جدا ده اللي مطلوب منك تمام تعالوا قبل ما ننزل تحت نرجع بقى اللي فوق لان انا كده كده عارف انا بس ايه افترضت ان انا مش عارف عشان اقولك تعمل ازاي what are you reading ماذا انت تكرأ يا امير هيقوله ايه ايه انا am reading انا اقرأ ايه مستر انت ليه كتبت ايه مستر ليه مقلتش اي ريد اي انا وريد اقرأ ليه قلت ايه مستر بس يا شباب انت هنا السؤال في زمن المضارع المستمر what are you reading ايه مستر المضارع المستمر المضارع المستمر ده am و is و are والverb في ing الفعل في اخر ing طيب هنا حطت are عشان هنا يوم طب لما تقول i انا يبقى تحط am i am reading انا اقرأ اقرأ ايه an ارتقل يعني مقال بس كده طب انا عرفت من هنا هو قاعد بيرها مقال ما احنا قلنا يبني هنا هو قاعد بيرها مقال تمام كده ماشي نرجع بقى للتحت وي كان احنا جي قلنا نوقف في التلوث عن طريق زراعة اشجار اكتر ام جي بعد كده عادل سأل السؤال رد عليه اميل وقال له because لان trees الاشجار absorb تمتص غاز ثاني اكسيد الكربون وكذا كذا كذا اه اول ما تلاقي because لان يبقى السؤال على طول why لماذا تمام طب يا مستر ما حلوة كده why انا بصراحة مكسل اكتب الباقي مش عارف اكتب الباقي يا سيدي سيبها زي ما هي اتنين بيتكلموا فواحد بيقول له احنا نقدر نوقف التلوث لما نزرع اشجار امجي التاني قال له ليه امجي التاني رد عليه قال له عشان الاشجار بتنتصر غاز ثاني اكسيد الكربون وصلت طيب لا مستر وانا بنا مش متأه انا حاس انهم حيعملوا هالي غلط عايز اكتب سؤال كامل ما تخافش مش عامل لنا غلط بس لو انت عايز اعمل سؤال كامل تعال يلا بينا why لماذا لماذا يجب نحن نزرع الاشجار بس كده تمام اما تيجي تفكر وعايز تحول الجملة من عربي الانجليزي اكتب فكر في العربي واكتبه بل عايز تجيب ورقة هات ورقة واكتب فيها ورقة فاضية واكتب فيها تمام اكتب فيها كده لماذا لماذا يجب نحن نزرع الاشجار او قولها حطها في دماغك لماذا يجب يجب يعني شد نحن نزرع اشجار اهي اشجار ليه يجب احنا نزرع اشجار اكثر هيقول له عشان الاشجار لان الاشجار بتبطس غسيني اوكسيد الكربون طيب هنا دي جملة خد بالك دي جملة مش سؤال ام جي امير قال له اي اجري وزيو انا متفق معاك الله 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 يبقى هو هنا قال له ايه عشان يقول له انا متفق معاك طيب هو متفق معاك قال له ريسايكل او رابش اعادة تدوير القمامة بتاعتنا كان تستطيع ايضا تحل هذه المشكلة يبقى اكيد ده اللي هو عادل قاله يبقى هيقول له اي انا اعتقد هي بتبقى حلوة انا اعتقد مش عايز تقول انا اعتقد ما تقول هاش يا سيدي قول اعادة تدوير القمامة تقدر تحل المشكلة اعادة تدوير او رابش القمامة بتاعتنا كان تستطيع كمل كمل المكتوب هنا كان او تستطيع ايضا تحل هذه المشكلة شباب ما تصعبوش الامور على نفسكم انت لو تلاحظ هتلاقي الديالوج حلل نفسه وكل الديالوج كده تعالوا مشوف الديالوج التاني ده اهو بيقول لي زي ما قلنا عندي القاعدتين بتوعي القاعدة الاولى اقرأ الجملة اللي بتقول الخطاب ده الديالوج ده عن ايه القاعدة التانية اقرأ الديالوج كله المي في ايجي تعالوا نعتبرها جي القاعدة التالتة القاعدة التالتة المي في ايجي وبترجم بكتب مهمة جدا ليه مستر ليه بتقول لنا كده بقول لها كده باللي انت بترجمه مخك بيبدأ يستعيد الحاجات كل حاجة انت مزاكلها قبل كده عن الموضوع اللي هما بيتكلموا فيه اتفقنا شباب طب ايه مستر بتكتب القاعدة رابعة كده ايه هي القاعدة رابعة ان انا في اجاباتي بختصر على قد مقدرة كل ما تكتب اقل كل ما اخطاقك تقل كل ما تجيب درجات قاعدة يلا بينا الشباب يلا بينا ملك عند نوها البنت ملك والبنت نوها are talking بيتحدثوا about عن آه بيتكلموا عن ايه a trip يعني رحلة to واجئ الحيتان ده مكان في مصر ماشي نوها بتقول ملك ايه نوها بتقول ها 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 معناها هل اول ما بدأ بفعل مساعد اعرف ان ده ها طول معناها هل do does did have has is am are كل دول اسمهم افعال مساعدة كل دول معناهم هل have you heard هل سمعت of be واجي الحيتان سمعت بواجي الحيتان قبل كده ام من جاية ملك قاتلها حاجة وبعد كده ملك كملت قالت مني يعني العديد من ancient ancient يعني قديم fossils الحفريات بوائي الكائنات اللي ماتت وتحللت العظم بتاعهم الحفريات القديمة are found يعني توجد there يعني هناك طيب ماشي نوها سألتها سؤال قامت جاية ملك قالت لها it is هو يكون او هي تكون in the phyum depression depression يعني منخفض وإيه يا مستر الفيوم ده يا السلام منخفض الفيوم هيكون ايه يعني يبقى منخفض الفيوم اللي هو اسمه بالانجليزي phyum depression south west of cairo يعني جنوب غرب القاهرة south west يعني جنوب غرب south جنوب وسط الغرب نوها قالت لها do you think يعني دوها شباب ايو برافو عليكم يعني هل do you think هل تعتقد it is a good place إنه يكون مكان جيد to visit اللي احنا نزوره مالك قالت لها حاجة نوها قالت لها there will be will يعني سوف be lower to be يعني يكون هناك سوف يكون a school trip رحلة مدرسية there هناك لوجه الحيتان next mid-year holiday mid-year يعني نص السنة وnext يعني الجاية وholiday أجاز يعني أجازة نص السنة الجاية we could احنا ممكن go together together يعني مع بعض ممكن نروح مع بعض سوى مالك قالت لها how much how much يعني ما ثمن لما بجأ اسأل عن سعر حاجة بقول how much how much does it cost احفظ للسؤال ده لو لسه مش حافظه اكتب ورقة كده طلع ورقة وكتب فيها السؤال ده والزاق الورقة دي معاك في الزاقها في ايدك وخليك ماشي بيها على طول السؤال ده مهم جدا how much does it cost لو بتسأل عن سعر حاجة how much does it cost تمام نوها قالت لها حاجة السمن يعني ملك قالت لها that is not expensive هذا لا يكون expensive يعني غالي وهمت جاء سألتها سؤال نوها قالت لها no I haven't told طلدي يعني ترسل كتاب بتاع tell يخبر haven't told يعني انا لم اخبر my parents والدية about it عنها yet حتى الان I am sure انا متأكدة they will agree ان هما سوف يوافقون ملك قالت لها if لو our parents والدين agree يوافقوا I think انا اعتقد we can join يعني ننضم this school trip لهذه رحلة مرة سي نطلع بقى رحلة طيب فهمنا الموضوع بيتكلم عن ايه تعالوا بقى دلوقتي نحل ال نحل ال الاجزاء دي واحدة واحدة فهمنا نهما بيتكلموا عن الاحلاء لواجي الحيتان نوها قالت انت سمعتش عن واجي الحيتان ايه دا مستحنا نعرف منين هي سمعت ولا لا هنا هي قلت لها حاجة امت جاية بعد قلت لها من انش بعد كده امت جاية سألتها السؤال هنا قلت لها it is هو يكون اللي هو واجي الحيتان in the فيوم depression فمنخفض الفيوم ايه دا سهلا اوي هو فين طب هو فين جي بن عايز اكتبها كسؤال يبقى احنا قلنا نرجع بقى للغة العربية الفصحة الفصحة اين يكون هو اللي هو واجي الحيتان اين يعني ويع طب ويكون جي امستر is وهو يعني where is it اين يكون هو خد بالك من الحاجات جي ما رجبت قلها هل تعتقد ان هو مكان جيد للزيارة طيب هتقول ايه او ولا لا طالما هي مهتما ان هي تطلع رحلة يبقى ايو يبقى yes yes ايه بقى مستر نفس الكلام do you yes i you هتبقى i طب ودو تنزل زي ما yes yes i do بعد كده امت جاية اتلها how much does it cost يعني ما زمن تكلف هذه الرحلة امت جاية اتلها حاجة تحت اتلها that is not expensive ده مش غالي تعال نقول بقى مبلغ يكون ايه حلو يعني مش غالي وفي المتوصل فممكن اقول ايه 100 pounds يعني مئة ايه مئة جيني عايز تقول اجابة كاملة مكتول it costs هو هي تكلف لها رحلة 100 pounds بس زي ما فهمتك عايزت تكون مختصر على قد ما تقدر اقل الكتابة اقل الاخطاء اجيب درجات اعلى ماشي that is not expensive هذا مش غالي هذا ليكون غالي بعد كده مجالس اتلها سؤال قدت لها no لا اول ما تلاقي في الاجابة المساعدة have has do هنعرف منين كمل شوية اصبر ما تستعجل no i haven't يبقى ترجع كده على طول وتكتب have بصوا شباب هي بدأ من هنا بس هنكتب ها ايه هنا ماشي ولا اقول لكوا تعالوا نعملها هنا have عشان وانتو بتبصوا ما تفتكروش ان انا ايه سيب دي فاضية have have you وبعد كده الفعل told هل يبقى جي هل انت اخبرتي اخبرتي ايه والديك هنا بتقول my parents والدي يبقى انا ارجعها your parents والديك هل انت اخبرتي والديك ابا وت ات عنها عن الرحلة يعني ابا وت ات عنها قاتلها لأ بس انا ايه مدأكد ان هما هيوافقوا طيب لو لسه في حد برضو مش قد كده في الديالوج تعالوا تاني ونقول القواعد تاني في الديالوج ده اخر دايالوج معنا ان شاء الله بعد ما نخلص لو انت قاعد مركز كويس اوي 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 ان شاء الله اي دايالوج هتقابله هتقفله طيب اه مثل الله بس احنا مكنش قاعد مركز كويس يبقى القاعدة الاولى اقرأ الجملة اللي بتقول دايالوج ده عن ايه القاعدة التانية اقرأ دايالوج كله تمام القاعدة التالتة ماسك قلمك في ايدك وبترجم كل حاجة انت بتقراها او على الاقل الاجزاء المهمة القاعدة الربعة وانت بتكتب الاجابات تختصر على قد ما تقدر يلا بنا شادي ونادر شادي ونادر بيتحدثوا زيارة visiting زيارة الدكتور الطبيب الف سلام عليكم مين بقى اللي عنده مشكلة هنا هنشوف شادي بيقول where يعني اين are you going اين انت تذهب ام او از او ار اين جيد اين انت تذهب يا نادر نادر قال له انا اذهب الى الطبيب سؤال في مدرع مستمر الاجابة في مدرع مستمر بعد كده سأله سؤال قال له of course يعني بالطبع يا راجل انت بتهزر بالتأكيد i would like to خد بالك برضو ونجي دي حطها في نفس الورقة اللي حطنا في الجزء بتاعة how much does it cost حط دي برضو معها i would like to يعني انا ارغب في i would like to come انا ارغب في come ان انا اأتي with you معاك وبعد كده سأله السؤال نادر قال له i have انا عندي a problem مشكلة with يعني be my right hand ايجي اليمين شادي قال له why لماذا اه ونكمل الحاجة بعد كده الشادي قال why can't يعني لا تستطيع لماذا انت لا تستطيع move ات حركها هنعرف برضو هو مش عادي في حركها ليه ام جيش هادي اقول له i think انا اعتقد you were playing انت كنت بتلعب ده ماجي بقى مستمر عشان دي حاجة في الماجي انت كنت بتلعب في فوتبول كرة قدم وين عندما you fell down حطيه تحت خط جي fell down يعني وقعت نادر قال له yes i really was انا حقا كنت كنت بالعب يعني شادي قال له i am sorry for you وانا اسف من اجلك i hope يعني اتمنى you get better get better يعني تتحسن soon يعني قريبا ام جي نادر قال له شكرا طيب دلوقتي نبدأ نحل مقا تمام يلا بينا where are you going نادر ترايح فين قال له انا رايح للدكتور وام جي سأله السؤال شادي قال له بالطبع انا ارغب ان انا اجي معك بس كده يبقى هيقول له هل ترغب انك تيجي معايا طب اقولها ازاي جا مثلا عايزك تحفظها لي دي some هل ترغب يعني would تحفظها كده would you like to مهمة جدا would you like to تاني would you like to تالت would you like to يعني هل ترغب فيه وحط معلي كده الفعل would you like to come هل ترغب فيه ان تأتي with me معايا قال له طبعا انا ارغب ان انا اجي معاك وامجلسة قال له سؤال قال له انا عندي مشكلة في ايجي ليمين يبقى هيقول له هيقول له لماذا تريد ان تذهب للدكتور لماذا why do you won't لماذا انت تريد to go ان تذهب to the doctor الى الى الطبيب طبعا انا عندي مشكلة في ايجي ليمين وبعد كده امجي قال له حاجة بعد كده شدي قال له لماذا لا تستطيع انت تحركها بس كده فهمناها يبقى انا عندي مشكلة في ايجي ليمين انا لا استطيع ان احركها طب ازاي انا يعني i لحظوا كده انا بتكلم معكم بحاول على قد ما اقدر في الحتة دي اللغة العربية الفصحة عايزك تتعود على الحل بالطريقة دي عايز تجيب تجيب جملة بالانجليزي ترجمها الاول واللي انت عايز تقوله باللغة العربية الفصحة يعني انا لا استطيع i can't احركها move it احركها احركها هي اللي هي ايجي طبعا ايجي عشان تغيره عاقل لماذا لا استطيع انت انت تحركها ام جي قال له حاجة مش هجي قال له i think انا اعتقد فهم بقى هنا بقى قال له اعتقد ان انت كنت بتلعب كل القدم لما وقعت عليها اه يبقى ليه انت مكتش ليه انت لا تستطيع ان تحركها لان انا وقعت عليها او لان انا وقعت يبقى طبعا هنا في why لماذا يبقى الاجابة because يبقى because لان i fell down انا وقعت بس كده طيب مثلا حاسنها مش كفاية ممكن تقول i fell down انا وقعت and hurt hurt يعني ازيت and hurt it it دي اللي هي ايجي و hurt دي يعني اذيت اذيت يعني عورتها كسرتها هرت دي تشمل يعني الازى طيب جميل بعد كده شادي قال له i am sorry i hope you get better soon انا اتمنى انك انت تتحسن قريبا بكل بساطة هتقول له thank you شكرا لك بس كده تماما شباب كده خلصنا الثلاث الثلاث محادثات اللي كانوا معنا عرفنا فيهم اهم القواعد اللي تساعدنا علشان نحل ديالوج ونجيب منه اعلى الدرجات وربنا يوفقكم جميعا لو عندكم اي سؤال بعتهولي لو فيه ديالوج مش عارف تحل وقف معاك بعتهولي برضو اول ما نشوفه ان شاء الله هجاوب لكم عليه اتمنى تكونوا استفدتوا وسطا بتاعتكم تنساش اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب الاحلى وشوفكم على خير ان شاء الله ويسلام اشتركوا في القناة